نروح برضو من الأخبار اللي هي المفرحة المبهجة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بيتلقى خطاب رسمي من السيد مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية هذا الخطاب محتوى محتوى انه بيمنح مصر حقا استضافة دورة الألعاب الافريقية 2027 زي ما احنا شايفين ده نص الخطاب وانا استرعاني استوقفني يعني ان الراجل رئيس اتحاد اللجنة الأولمبية الوطنية الافريقية السيد مصطفى براف يعني بيثني على القيادة السياسية في مصر في اكثر مما موضع في هذا الخطاب ده من حاجات اللي هي يعني استوقفتني بطريقة كبيرة والراجل قال يعني ان هنا القيادة السياسية بيطقف قلبا وقلبا نحو دفع وتعزيز الرياضة في مصر بشكل كبير احنا ممكن لو الخطاب يكون معنا هنا يا رجال على الشاشة وراءنا طيب خلينا 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 رأي الخطاب هو زي ما هو واضح ان نص ان اتحاد اللجانة الولمبية الوطنية الافريقية الاناق يتقدم باسمه ايات الاحترام والتقدير الى اعضاء اسرة اللجنة الولمبية المهندس يشام حطب رئيس اللجنة الولمبية المصرية السيد رئيس اللجنة الأولمبية أخي العزيز تحت توجيهاتكم السيد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لقد تلقينا بكل سرور خطاب التأكيد المؤرخ بتاريخ 13 أكتوبر 2023 والذي يعرب عن اهتمام جمهورية مصر العربية واستعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأونقوا لعام 2027 بدعم كامل من الحكومة اسمحوا لي أولا أن أعرب عن خالص احترامنا وامتنانا لمصر وقائدها العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفاهم الذي انعكس خلال اجتماعنا الأخير والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية بحضوركم الكريم وحضور سيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والسيد الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له وسيد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكورة اليد بصفته ممثلا للحركة الأولمبية الدولية في مصر وهو اللقاء الذي أكدت فيه مصر التزامها بتعزيز دور الرياضة وتطويرها على المستوى العالمي والقاري ولتكون أول من يخطو الطريق بالقارة للسعي نحو استضافة أول دورة للألعاب الأولمبية على الإطلاق بالقارة في العام 2036 من منطلق التزاماتها المعلنة تجاه مصر والقائد البارز أو التزاماتنا المعلنة تجاه مصر والقائد البارز فخامة الرئيس السيسي والحركة الرياضية في مصر بأكملها تؤكد الأنقوا منح مصر حقا استضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنقوا للعام 2027 والتي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبيات لس أنجلس 2028 نحن نتطلع قريبا إلى صياغة هذه الاتفاقية وجميع النواحي الإجرائية من أجل ضمان النجاح النهائي حيث نخططه لدورة ألعاب تظهر القدرات غير المسبوقة لمصر على استضافة الألعاب الأولمبية وتفضلوا بقبول فاق الاحترام مصطفى بيراف رئيس الأنقواع عضو اللجنة الأولمبية الدولية ده نص الخطاب وزي ما أشرنا أن كان فيه تأكيد على القيادة ودور القيادة السياسية هنا في مصر وكيف يعني المواطن أو الجماهير الأفريقية ترى توجه هنا القيادة السياسية في مصر نحو تعزيز دور الرياضة في مصر بشكل عام والرياضة الأفريقية دي حاجة كنا عايزين يعني لفتت انتبهنا وكنا عايزين يعني نعمل إيه هايلايت عليها ترجمة نانسي قنقر